عايز اقول لكم ان الزمالك كان من المفترض ان اللبس بتاعه يوصل يقال انه هو هيوصل اللبس الجديد يعني مع الشركة الجديدة يقال انه هيوصل بعد مطش المصري وقد يكون كمان بعد مطش يوم 27 مع فريق الموزنبيقي يعني ممكن خلال اسبوع يوصل يعني لكن مؤكد انه هو مش هيوصل يوم 23 يعني اللي هو يوم مطش المصري ولكن اللبس الاول هيكون ابيض اللبس التاني اسود وفيه مفاجأة بقى الشركة القطرية اللي بيمتلكها قطري من اصل مصري اللي هي ذات هي عاملة مسابقة هتعمل مسابقة على تصميم التشيرت التالت لنادي الزمالك وهتطرح المسابقة دي على الجمهور على السوشيل ميديا وهتاخد احلى تصميم لتشيرت نادي الزمالك التالت وهتنفزه ودي مفاجأة لجمهور نادي الزمالك بتقدمها الشركة ذات ودي شركة حلوة جدا ان انت كجمهور تشارك في تصميم فانيلة نديك اللي انت بتحبه